سلام عليكم أهلا وسهلا بكم معكم محمد زيد ومرحبا بكم في فيديو أو درس جديد اللي هو جمع وطرح الكسور الجزء الثاني في هذا الدرس هنتعرفوا على طريقة جمع وطرح الكسور ولكن المقامات هتكون مختلفة يعني في درس السابق تعرفنا على طريقة جمع وطرح ولكن المقامات كانت متشابهة فالأمر كان بسيط لأنه كنا نحطه فيه المقام زي ما هو ونتعامل مع البسوط بطريقة رياضية عادية إذا جمعوا نجمعوهم وطرح ونطرحوهم أما في هذا الدرس فعندنا المقامات مختلفة يعني لدينا 1 على 4 زيد 1 على 3 على سبيل المثال إذا بنفوتوا حاليا عملية الطرح فكيف هنتصرفوا؟ أول حاجة هنديروها إحنا محتاجين فرضا أننا ضروري نخلو المقام مشترك يعني لازم يكون نفس المقام فأبسط طريقة باش نواحدوا المقام أمتى إحنا محتاجين أن تكون عملية الكسور جمع أو طرح هي أن نضربوا الكسر هذا في المقام متع الكسر الثاني ونضربوا الجزء هذا في مقام الكسر الأول يعني ببساطة اللي حيكون عنا أننا حيكون عندنا المقام حيكون حاصل نتيجة ضرب المقامين في بعضهم لأربعة في ثلاثة تساوي اتناش وحناخدوا البسطة متع هذا حنضربوه في مقام الكسر الثاني اللي هو واحد ضرب ثلاثة فحيكون عندنا ثلاثة زايد حيكون برضو عندنا اتناش لأن ثلاثة ضرب أربعة اتناش والبسط متع الكسر الثاني حنضربوه في المقام متع الكسر الأول اللي هو حيكون أربعة يعني إذا منستخدمه طريقة التبسيط للعملية متع الجمع زي ما قلنا عليها في الدرس السابق اللي حتى لكم رابط نطاع اس في الفيديو لأي حد ما شاهداش نقدروا نحن نديروا كسر جديد خاطي كسر النتيجة نديروا المقام مشترك والبسط مع بعضهم فالنتيجة حتساوي سبعة على اتناش بكل بساطة بالنسبة لعملية الطرح فالعملية تقريبا نفس الشي بالزبط أنه نحن العملية اللي حتفرج هي في النهاية أنه حتكون عملية الطرح مش جمعة فقط أما الباقي فنفسها فنحن نحتاجين أن نحن نوحد المقام أنه حيكون عندنا هنا 5 ضرب 3 خمستاش ناقص المقام الثاني أيضا هيكون 15 هنحن نضرب 4 في 3 حيكون عندنا 12 وحن نضرب 2 في 5 حيكون عندنا 10 نقدر نديروا كسر من غير كسر النتيجة المقام متاعها 15 والبسط متاعه 12 ناقص 10 فالنتيجة في النهاية حتكون 2 على 15 إن شاء الله كان الدرس بسيط حنحاول نراجعه بسرعة بسرعة إن إحنا أبسط طريقة لتوحيد المقامات هي إن إحنا نضرب المقامين في بعض باش نديروا المقام المشترك أما بالنسبة للبسط فحنضرب بسط كل الكسر في مقام الكسر الثاني يعني مقام البسط متاع الكسر الأول حنضربه في مقام الكسر الثاني وبسط الكسر الثاني حنضربه في مقام الكسر الأول في الحالة هذه إنه حتكون هنا 1 ضرب 3 و1 ضرب 4 هذا بالنسبة للبسط الزوز وبالنسبة للمقام حيكون مشترك اللي هو ضرب المقامين في بعضهم هدا بنسبة هني او هني في حالة ان هي العملية جمع او طرح هنا محتاجين ان واحدوا المقام وتوحيد المقام نفس الطريقة هني نفس الطريقة هني اما بالنسبة للشي الوحيد اللي يفرق بين هادي وهادي انه في النهاية بعد ما وحدنا المقامات وبدت عندنا البسوط الجديدة اهنا يجمعنا البسوط وحاتينا المقام زي ما هو وهنا طرحنا البسوط وحاتينا المقام زي ما هو إن شاء الله كان درس بسيط وسهل وممتع بالنسبة لكم إن شاء الله استفدتم منه حاولوا تشاركوه مع غيركم حتى تتعمل فائدة في حد إن عندكم أي تعليق أو استفسار أو أي كومنت سواء جيد أو سيئ أو درس حابين نشرحه مع بعضنا تقدروا تحطوه في التعليقات وتبعته لي على أي رابط نروا بطموقع على التواصل الاجتماع الموجودة في صندوق الوصف في الأسفل إن شاء الله بالتوفيق للجميع ونتلاكوا في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة